السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء الصغار كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال هل أنتم مستعدون لنتعرف على موضوعنا لليوم؟ هيا بنا يا صغاري بداية سوف نتعرف على المعلومات التالية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول ومادتنا هي المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لليوم هو السلامة في تناول الدواء ومعكم أنا معلمتكم عفراء الترك كذلك معنا أستاذة لغة الإشارة لليوم شريف الشريف كما تعودنا يا صغاري هذا هو غلاف كتابنا كتاب المهارات الحياتية والأسرية أنا واثقة من أن جميعكم قام بإحضاره هل هذا صحيح يا صغاري؟ أنا متأكدة من ذلك وخير ما نبدأ فيه دائما وأبدا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما زلنا يا صغاري في وحدتنا الوحدة الأولى وهي وحدة صحة وسلامة تحدثنا في حصة سابقة عن معاني الرموز الإرشادية اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن السلامة في تناول الدواء وفي حصصنا التالية بإذن الله سوف نتحدث عن القامة الصحيحة هذه يا صغاري واجهة وحدتنا الوحدة الأولى صحة وسلامة دائما وأبدا يا صغاري أول ما نبدأ به هو أهداف درسنا لليوم وهي ما يتوقع من المتعلم أن يتعرف عليه أثناء درسنا هيا لنبدأ يعرف مفهوم الدواء يصنف الدواء وفقا لأشكاله المتنوعة يوضح وقت استخدام الدواء يعلل إضافة الماء إلى المضاد الحيوي قبل الاستعمال مباشرة كذلك أنت يا صغيرتي تعرفي مفهوم الدواء تصنف الدواء وفقا لأشكاله المتنوعة توضحي وقت استخدام الدواء تعللي إضافة الماء إلى المضاد الحيوي قبل الاستعمال مباشرة إذن يا صغاري هذه هي أهداف درسنا لليوم التي سوف نستعرضها خلال درسنا هل أنتم مستعدون؟ وأنا كذلك كما تعودنا يا صغاري لكل درس لديه مفاهيم رئيسة مفاهيم رئيسة لدرسنا لليوم هي السلامة الدواء المضاد الحيوي الوصفة إذن يا صغاري مفاهيمنا الرئيسة لليوم هي السلامة الدواء المضاد الحيوي والوصفة يا ترى ما هي معانيها؟ ماذا تعني السلامة؟ كلمة السلامة على ماذا تدل أو عماذا تعني؟ كلمة الدواء أيضا كلمة المضاد الحيوي كذلك الوصفة يا ترى كيف نعرفها؟ لنستعرض ذلك يا صغاري هيا بنا بداية السلامة وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة إذن يا صغاري معنى كلمة السلامة هي المحافظة على نفسي في درسنا لليوم الدواء ما يتعاطاه المرء للشفاء بإذن الله تعريف كلمة الدواء يا صغاري هو ما يتعاطاه المرء للشفاء بإذن الله كذلك معنى المضاد الحيوي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على البكتيريا إذن يا صغاري المضاد الحيوي نعرفه بأنه إحدى المجموعات الدوائية نستخدمها في ماذا؟ للقضاء على البكتيريا كذلك معنى كلمة الوصفة وهي وثيقة الرعاية الصحية التي يحررها الطبيب في شكل تعليمات التي تحكم خطة رعاية المريض إذن الوصفة من يعطينا إياها الطبيب وهي عبارة عن خطة خطة لرعاية المريض مرة أخرى يا صغاري نحن لدينا بداية كل درس مفاهيم رئيسة مفاهيمنا الرئيسة لليوم هي السلامة وهي تعليم الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة في درسنا الحفاظ على الأرواح كلمة الدواء ما يتعاطاه المرء للشفاء بإذن الله المضاد الحيوي يا صغاري هي إحدى المجموعات الدوائية تستخدم للقضاء على البكتيريا الوصفة وهي وثيقة وكما ذكرنا من يصدر هذه الوثيقة من الطبيب وهي تدل على خطة لرعاية المريض إذن يا صغاري هذه مجموعة من المفاهيم الرئيسية لدرسنا اليوم بداية يا صغاري سوف ننتقل إلى الكتاب المدرسي سوف نفتح الكتاب على صفحة الثامنة عشر هيا يا صغاري لنقم بتجهيز قلم الرصاص ونفتح الكتاب على صفحة الثامنة عشر هل وصلتم يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك سؤالنا هو أصل كل شكل من أشكال الأدوية باسمه فيما يأتي نحن نعرف يا صغاري بأن هناك أشكال عديدة للأدوية لنستعرض بعضا منها هنا في صورتنا شاهد معي أو شاهد معي هذه الصور صور متنوعة لأنواع الأدوية ماذا يريد منا؟ أن نصل كل شكل من الأشكال باسمه الأسماء موجودة بالأسفل لدي شراب إبرة حبوب المسمياتها مرة أخرى شراب إبرة حبوب هيا يا صغاري لنفكر يا ترى أي صورة من هذه الصور تدل على شراب؟ وأي صورة من هذه الصور تدل على إبرة؟ وأي صورة من هذه الصور تدل على حبوب؟ هيا يا صغاري لنأخذ وقتنا في التفكير للإجابة بالطريقة الصحيحة أنتم رائعين بداية هذه الصورة تدل على على أن هذا الدواء هو شراب أيضا هذه الصورة أيضا تدل على بأن هذا الدواء أيضا شراب كذلك هذه الصورة تدل على أمامي علاج وهو الإبرة كذلك يا صغاري هذه الصورة تدل على أن أمامي دواء ولكنه على شكل حبوب أيضا هذه الصورة تدل على أن هذا الدواء على شكل حبوب أو أقراص إذن يا صغاري موجود أمامنا مجموعة من الصور ومجموعة من المسميات قمنا بالإيصال الصحيح كل صورة مع اسمها لدينا صورتين من الشراب وصورة على هيئة إبرة كذلك صورتين على هيئة حبوب أو أقراص هل قمتم بالإيصال بالشكل الصحيح يا صغاري أنا واثقة من ذلك صغاري عندما أطرح عليكم سؤال متى نستعمل الأدوية هيا يا صغاري متى نستعمل الأدوية في حياتنا اليومية هل نستعمل الأدوية بشكل دائم أم هناك أوقات معينة يا ترى أنتم رائعين عندما نكون عندما نكون مرضى كذلك عندما يصفها الطبيب لنا أنتم أذكياء إذن يا صغاري نكتب عندما يصفها الطبيب المعالج هيا يا صغاري لنكتب ذلك أسفل السؤال إذن يا صغاري في تمريننا الأول تعرفنا على صور بعض أشكال الأدوية وعرفنا بأن للأدوية أشكال عديدة فيوجد منها على هيئة شراب ويوجد منها على هيئة حبوب وأقراص كذلك يوجد منها على هيئة إبرة أيضا تعرفنا على السؤال التالي متى نستعمل الأدوية هل نحن نستعمل الأدوية بشكل دائم يا صغاري؟ لا نحن نستعمل الأدوية عندما يصفها لنا الطبيب المعالج هل انتهينا من الحل يا صغاري؟ أنا متأكدة من ذلك الآن يا صغاري ما زلنا في كتابنا المدرسي ولكن سوف ننتقل إلى الصفحة المقابلة صفحة رقم 19 هيا يا صغاري لنقم بتجهيز قلم الرصاص والاستعداد لقراءة النشاط الأول سؤالنا هو أقرأ الجمل الآتية ثم أرتبها بالأرقام الآن يا صغاري نحن متواجدون في الكتاب المدرسي صفحة 19 أمامنا نشاط رقم 1 سؤالنا هو أقرأ الجمل الآتية ثم أرتبها بالأرقام أمامنا يا صغاري مجموعة من الجمل سوف نقوم بترتيبها بالشكل الصحيح بداية سوف نقرأ هذه الجمل يأخذ المريض الدواء من الصيدلية يكتب الطبيب الدواء المناسب للمريض يتبع المريض وصفة الطبيب عند استعمال الدواء يذهب المريض إلى الطبيب ليبحث هيا يا صغاري نريد أن نقم بترقيم هذه الجمل بالشكل الصحيح سوف أقرأ الجمل مرة أخرى هيا يا صغاري لنستعد ونفكر بالحل يأخذ المريض الدواء من الصيدلية يكتب الطبيب الدواء المناسب للمريض يتبع المريض وصفة الطبيب عند استعمال الدواء يذهب المريض إلى الطبيب ليبحث يا ترى ما هي الجملة الأولى التي سوف نكتب أمامها رقم واحد وكأني أسمع إجابات صحيحة لنرفع أصواتنا أكثر إذن يا صغاري رقم واحد هو يذهب المريض إلى الطبيب ليبحث عندما نكون مرضى يا صغاري ما هو أول شيء نقوم به نذهب إلى الطبيب وبعد أن نذهب إلى الطبيب يا صغاري يا ترى ماذا نفعل هيا يا صغاري نفكر يا ترى ماذا أفعل ما هي الإجابة رقم اثنان أو الجملة رقم اثنان أنتم رائعين إذن ماذا يفعل الطبيب يكتب الطبيب الدواء المناسب للمريض إذن أنا عندما أكون مريضة أذهب إلى الطبيب بعد أن يفحصني الطبيب ماذا يفعل يكتب لي الدواء المناسب الآن أنا معي لدواء المناسب ومعي الوصفة ماذا أفعل هل أذهب إلى المنزل أم ماذا يا ترى أنتم رائعين يأخذ المريض الدواء من الصيدلية سوف أذهب بوصفتي إلى الصيدلية لأخذ الدواء بعد ذلك ماذا أفعل يا ترى ماذا يتبقى لدينا يا صغاري ممتاز جدا يتبع المريض وصفة الطبيب عند استعمال الدواء إذن يا صغاري عندما أكون مريضة أذهب إلى الطبيب بعد أن يفحصني الطبيب يكتب لي وصفة بالدواء المناسب ماذا أفعل بعد يا ترى أذهب إلى الصيدلية لصرف هذا الدواء بعد ذلك أتناول الدواء بالشكل الصحيح كما حدده لي الطبيب إذن يا صغاري هيا بنا لنقرأ هذه الجمل بالترتيب الصحيح كما هو موجود أمامنا يذهب المريض إلى الطبيب ليفحصه يكتب الطبيب الدواء المناسب للمريض يأخذ المريض الدواء من الصيدلية يتبع المريض وصفة الطبيب عند استعمال الدواء بهذه الطريقة تكونت لنا قصة كاملة إذن يا صغاري هل قمتم بكتابة الأرقام كما هو موجود أمامنا أنا واثقة من ذلك صغاري أمامنا الآن جملة مهمة جدا وهي نشرب الدواء بإشراف الكبار دائما وأبدا يا صغاري لا نتناول الدواء بمفردنا لا بد وأن يكون هناك إشراف من الكبار لماذا يا ترى أستطيع أن أشرب الدواء لوحدي ولكن هذا غير صحيح لماذا لأننا لا نستطيع أن نحدد الكمية المناسبة والوقت المناسب إلا بإشراف من الكبار الآن يا صغاري سوف أطرح عليكم سؤال نحن تعرفنا قبل قليل بأن هناك أنواع عديدة من الأدوية فهناك ما هو شراب وهناك ما هو حبوب وأقراص أيضا ما هو على شكل إبرة ماذا لو كتب الطبيب دواء على هيئة أقراص لطفل رضيع هيا يا صغاري نريد أن نفكر سؤالنا مرة أخرى ماذا لو كتب الطبيب وصفة دوائية على شكل أقراص أو حبوب لطفل رضيع أو لطفل صغير هيا يا صغاري لنفكر هل هذا صحيح؟ هل يستطيع الطفل ذلك؟ وكأني أسمع إجابات صحيحة أنتم رائعين الطفل لا يستطيع أن يتناول الدواء على هيئة حبوب وأقراص لأنها صلبة ولا يستطيع بلعها لذلك يوجد لدينا أنواع عديدة من الأدوية على هيئة شراب يستطيع الطفل الصغير أن يتناول الدواء ويكون طعمها مناسب له إذن يا صغاري هناك أنواع عديدة من الأدوية التي يحددها الطبيب لكل شخص ما يناسبه هناك أشخاص يستطيعون أن يتناولون الأقراص والحبوب بينما الأطفال يا صغاري لا يستطيعون ذلك لأن هذا خطر عليهم لا يستطيعون أن يتناولون الدواء على هيئة أقراص صلبة لذلك يوجد لدينا أنواع منها شراب طعمها يكون مناسبا للأطفال هل هذا واضح يا صغاري؟ إذن نعيد مرة أخرى نحن نشرب الدواء بإشراف الكبار هل هذا واضح يا صغاري؟ ما زلنا في الكتاب المدرسي والآن نحن في صفحة 19 أمامنا النشاط الثاني يا صغاري هل أنتم معي؟ أنا واثقة من ذلك صغاري سؤالنا هو لما يضاف الماء إلى مسحوق المضاد الحيوي قبل الاستعمال؟ مرة أخرى يا صغاري نحن الآن متواجدون في الكتاب المدرسي صفحة 19 النشاط الثاني سؤالنا هو لما يضاف الماء إلى مسحوق المضاد الحيوي قبل الاستعمال؟ لنشاهد يا صغاري هذه الصورة هل شاهدتم هذا الدواء من قبل؟ أنا واثقة من أن البعض منكم شاهد هذا الدواء ويعرفه هذا الدواء يأخذ شكل؟ شكل السائل؟ أحسنتم شكل البودرة إذن هذا الدواء يأخذ شكل البودرة سؤالنا هو لماذا يضاف الماء إلى مسحوق المضاد الحيوي؟ لماذا نضع الماء عليه؟ أحسنتم لنستطيع أن نشربه أنتم رائعين إذن نحن نضع الماء بكمية مناسبة تحت إشراف الكبار على المضاد الحيوي لأنه يأخذ شكل البودرة لنستطيع أن نتناوله لنستطيع أن نشربه أنتم رائعين إذن يا صغاري يصبح جاهزا للشرب ولكن هناك إرشادات أخرى صغاري بعد أن نضع الماء على المضاد الحيوي لابد أن نحفظه في في الثلاجة كذلك يا صغاري لا نستخدمه أكثر من أسبوعان مرة أخرى يا صغاري إذن نحن نضع الماء بالكمية المناسبة تحت إشراف الكبار على المضاد الحيوي لأنه يأخذ الشكل البودرة لماذا؟ لنستطيع أن نشربه كذلك بعد أن نضع الماء لابد أن نحفظه في مكان بارد إذن في الثلاجة ولا نستعمله يا صغاري أكثر من أسبوعان إذن نستعمله بجرعة معينة كمية معينة كما يحددها لنا الطبيب صغاري الشفاء أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نستخدم هذه الأسباب بعد مشيئة الله سبحانه هل قمتم بالكتابة يا صغاري؟ والإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح؟ أنا واثقة من ذلك ما زلنا يا صغاري في الكتاب المدرسي ولكن الآن لنقلب الصفحة ننتقل إلى صفحة رقم 20 هيا يا صغاري نقلب الصفحة وننتقل إلى صفحة 20 نحن الآن متواجدون عند النشاط الثالث يا ترى ما هو السؤال؟ وصف الطبيب لك الدواء ثلاث مرات في اليوم ارسم عقارب الساعات الثلاث لتدلك على المواعيد المناسبة لتناول الدواء نحن يا صغاري عندما نأخذ العلاج أو الدواء من الطبيب يحدد لنا الأوقات المناسبة لتناول الدواء لنفترض أن الطبيب وصف لنا هذا الدواء ثلاثة مرات في اليوم هيا بنا لنحدد الوقت المناسب إذا كانت أول وقت تناولنا فيه الدواء هو الساعة التاسعة فلنحسب بعدها مثلا ثمانية ساعات ما هو الوقت التالي الذي أتناول فيه الدواء؟ هيا يا أذكياء لنحسب هيا يا أذكياء إذا تناولنا الدواء المرة الأولى في الساعة التاسعة وأريد أن أتناول الدواء كل ثمانية ساعات يا صغاري ما هو الوقت التالي؟ أحسنتم أنتم رائعين وأذكياء الوقت التالي هو الساعة الخامسة إذن حددنا الساعة الوقت الأول الساعة التاسعة الوقت الثاني الساعة الخامسة الوقت الثالث هيا يا أذكياء أنتم رائعين إذن في تمام الساعة الواحدة إذن يا صغاري مرة أخرى في هذا النشاط قمنا بتحديد وصفة الطبيب قال لنا الطبيب أن تناول الطعام ثلاثة مرات في اليوم كل ثمانية ساعات الوقت الأول إذا كان الساعة التاسعة سوف يكون الوقت الثاني الساعة الخامسة وعلى أساس ذلك سوف يكون الوقت الثالث الساعة الواحدة هيا يا صغاري لندون ذلك سوياً في الكتاب المدرسي هل قمتم بالكتابة والانتهاء؟ أنا واثقة من ذلك يا صغاري ما زلنا في نفس صفحتنا صفحة عشرون والآن لدينا مجموعة من الصور يا ترى ماذا يريد مننا في هذا السؤال؟ بالتعاون مع زملائك في المجموعة حدد الخطأ في الصور التالية صغاري أمامي مجموعة من الصور الخاطئة نريد أن نحدد الخطأ في كل صورة لنبدأ بالصورة الأولى يا صغاري ولنفكر قليلاً ما هو الخطأ يا ترى؟ ماذا يفعل يا ترى هذا الفتى؟ أنتم رائعين اللعب بأدوية المريض هل هذا صحيح يا صغاري؟ هل عندما يكون لدينا مريض هل نقم باللعب بأدويته؟ أنتم رائعين إذن هذا تصرف خاطئ لننتقل إلى الصورة التالية يا ترى ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ أحسنتم أحسنتم تركوا الأدوية مفتوحة من الخطأ يا صغاري أن نستخدم الدواء ثم بعد ذلك نكتركه مفتوح إذن هذا تصرف خاطئ ننتقل إلى الصورة الأخيرة ننتقل إلى الصورة الأخيرة التي لا بد أن نبتعد ونحذر منها وأنا واثقة من أن جميعكم أذكياء ولا يقوموا بهذه الأخطاء وصلنا يا صغاري إلى نهاية درسنا لليوم أتمنى بأننا جميعا استمتعنا واستفدنا من معلوماتنا ألقاكم على خير بإذن الله في حصصنا القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء